بحجة رمضان الفنانة الكبيرة ميمي جمال حقيقي كانت بحجة رمضان هذا العام في الدراما يعني أنا بتتصور لو هنحط مين كان بحجة رمضان مش هنلاقي أجمل ولا أحلى من ميمي جمال في كل الأدوار اللي قدمتها المشاهدين عموما على سوشيال ميديا زي ما كانوا متابعين المسلسلات كانوا متابعين ميمي جمال لأن هي كانت بتشاكس الناس في كل عمل بتقدم شخصية بتتحدى نفسها وتتحدى الشخصية ومحدش كان متخيل هي هتقدر تعمل التنوع الكبير ده في موسم درامي جميل جدا وصعب جدا واختلف جدا مع بحجة العيد لازم كان التاسعة ينور بالفنانة ميمي جمال منوراني أنت اللي منورت دونيا كل سنة وانت طيبة وفرحانة بيك قوي وبالكلام الجميل اللي قلتهولي عشانت بحجة رمضان بجد ربنا يا خقيقي أولا يعني الناس كانت سعيدة أنت دايما عندك ابتسامة وشبه المصريات قوي وشبه أهلينا قوي شبه أخوتنا وكل صحبنا أنت فنانة مصرية حقيقة ونقلتي البحجة للبيوت هقولك حاجة كل شخصية أنا بقول لنفسي لو أنت يا ميمي بتعملي شخصية فوزية دي تمام هتعمليه ازاي تمام تواخد بالك الست دي دخلة على الناس دول بعقدتها بأخلاقها بزروفها بكل حياتها دخلة على بيت جديد في ولاد سوشيال ميديا وكلاهم ودمخهم ولبسين حاجات أنا باستغربها كتير أيو يعني فتحسي أنها شخصية مليانة حيوية من جواها عايزة عايزة وبعدين طبعا ابنها الله يرحمه مصطفى داروش الله أنت هنا بتتكلمي على كامل العدد كامل العدد لأ أنا عايزة أبدأ معيك تعالي كده بالراحة احنا في العيد الناس قاعدة معنا وبنعيد وانت خلصني تصوير أخيرا وجاية وجاية خليني كده يعني أبدأ معيك من البداية يعني زي ما كنت فكرة إحنا تقابلنا من سنة تقريبا تمام وكنت بتحضري لأعمال مش عارفة هتعملي إيه مع موسم رمضان ده تعرض عليك كذا أعمال صح لا قولي لي كده الأعمال لما كنت بتجيلك حضرتي نفسك إزاي حبدأ بقى بكامل العدد يعني فوزية الجد ده فوزية أنا ابتدت قبل فوزية ابتدت بقنا اثنين بقنا اثنين ده تعامل الأول أيوة تعامل الأول آه يعني كتصوير شيفونيل ورانيا يوسف رانيا يوسف وأنا كنت مامة رانيا والشخصية برضو جميلة صحيح بتحب الجوز بنتها قوي درجة إن بنتها بتغير صح فلا أنت بتحبيه أكتر وطول الوقت ضد بنتك آه أنا بحبه مش عشان أنا بجامل كأم عشان بنتي لا أنا بحبه بجد فدي الشخصية الأولانية والمسلسل ده الورق الأولاني الأولاني طيب إحنا هنرجع لكل عمل لواحده آه بعدين اتعرض عليكي كامل العدد بعدين اتعرض عليكي كامل العدد والعتاولة آه مع بعض آه فأنا بقيت أفكر طب هعمل إيه وكلمت الجماعة بتوع العتاولة قلت لهم أنا دلوقتي لسه بكمل كامل العدد وبقلي فيه على الأقل أسبوع أو عشر سيام هل أنتوا هتستحملوني ولا أنا ما بحبش أخش وعمل كراكور أنه كله بيسور في رمضان وأدوار وبعد ما تراكور أروح ماشية وأعمل الحركات المشحلوة دي فمن الأول فقالوا لي لأ أنت قدامك أسبوع أوكي مش هتبتدي الدور لولقتنا نجاة لسه فأعملي ده ولما نبتجي هقولك ففعلا كانت الحياة سهلة فكنت بتشتغلي اللي اتنين مع بعض لا اشتغلت الأول بقى كامل العدد طيب تعالي نبدأ بقى مع كامل العدد أيوة أنت دخلة بقى يعني في الأحداث مفروض ابنك توفى وريحة مع مرات ابنك وقعدة بقى إيه يعني حسستينا بالحمى ومدم خفيف جدا اللي هي مش عجيبها طبعا وعايزة تحافظ على البيت وعالناس وبتاعة العدد والتقاليد والأصول من الأول خالص بكاتش قبلة جواز ابني بالبنت اللي المفروض من وجهة نظر يعني خواجاية وأصلا بتشتغل رقيصة طب إيه يعني وبعدين إنت ليه إنت عندك ست كويسة وعم خلفها حسن وحسين وكنت حمد يعني دينا حمد دينا برضو فإيه لازمة إنك إنت تتجوز دي فأنا مش كره فيها بس مش حبة عندها بنات طب البنات دول هتربيهم بأي شكل هل هتربيهم على طريقتنا حيطلعوا زينا ولا هتلعوا يرقصوا من هما قد كده ولا هيرقصوا يتكلموا أما باجي أقول لها على دوة حتى تكلم والدتها في التليفون هنعمل كذا كذا أقول لها طب ما تسأليني ما أنا وقفة الكواليس بينك وبين بدرك هتعملت البنتك ممتازة ممتازة أولا ما بتعرفش تتكلم عربي كويس يعني شطرة إنها كانت فعلا بيكتبوا لها الكلام وساعات تغلط فيه بس أغصب عنها بس كانت ممتازة كانت ممتازة لا إحنا صحاب لا سيبكم التمثيل دي حاجة تاني طيب وليلي بقى في الواقع يعني أنت كمان كان فيه شخصيات نسائية كتير في كمل العالم يعني فيه أجيال مختلفة تمام الأطفال الشباب الأبطال الكبار إسعاد يونس ألفت إمام طبعا دول سن صحنا إحنا جدات أيوة صح فأنا لما دخلت على كامل العدد كانت إسعاد وقلفت أوريجي من الجزء الأولاني موجودين إسعاد عاملة الست الكوكات الفنانة هي فنانة والفنانة والبوتوكس والحاجات دي ألفت كانت حاملة الست اللي يبقى بقرية يعني حتنزل السواريخ فأنا قلت لازم سكة فوزية تبقى مختلفة خلص تبقى الست الطيبة الشعبية أيوة ست من بيوتنا من بيوتنا صح اللي تحب تعمل البزبوسة بالسمنة البلدي وتعملهم وعالي والبنت لما شفيت أتلانتي خارجة بالبنطلون وبطنك باينة كده إزاي فهي عايزة يعني تشربهم طبعها بس كان صعب أيوة عايزة تخلي العادات والتقاليد كلها تبقى موجودة يعني العبوا وهزروا اتحكوا وعملوا بس ما تنسوش برضو أن في حاجة اسمها خشة فيه أدب كواليس كامل العدد كانت مبهجة كده زي الشاشة جدا حكيلي شوية الأستاذ خالد الحلفاوي إنسان جميل جمال يخليك تبقى حاسة أن احنا عيلة وبعدين احنا قاعدين في البلاتو وعيال صغيرة بتجري أيوة وعيال تانية بتبقى تطلع فوق ده يعني طول ما احنا قاعدين فيه دوشة أيوة الدوشة دي هو بناء عرب تالي أن المشهد الواحد احنا كلنا شفنا المشهد الواحد كان بيبقى فيه ست سبع ممثلين وستاشر لطفل يعني موجودين خصوصا البنتين الصغيرين بتوع بدرة دول ما بيسكتوش دعياته على طول وأطفال طبعية أطفال طبعية أمهم تبعد كده يبصوا كده أمهم الحقيقة أمهم الحقيقة أيوة فيبدأوا بقى يفتحوا الجعورة لأ وكان فيه ابن دينا برضو اللي هو الطفل الصغير ده عمر عمر ده عمر معه ده بقى اللي كان بيفكرني بابني فأنا من بعيد كده كنت ببصله من بعيد لغاية ما وصلت المرحلة إن أنا عايز ألمسه بقى ألمسه حس بيه حس إن عمر ابني أهو حسيتي إن ده حقيقي كان عندك مشهد المشهد ده كان عبقري لما أنت بصتي له هو في السرير وعايزة تشليه آه يعني ده مشهد أمومة آه يعني ده مشهد أنا حسيت إنه ابني الأم ميمي جمال هي اللي اتعاملت آه مش الممثلة لأ عملتي إزاي لأ أنا لابسة سلسلة كده فيها صورة ابني على طول فتلاقيني كل شوية أبص في الصورة كده وابني ابني والراجل اللي يرحمه مات صغير مش كبير مصطفى فأنا حس إن ده ابني ومات فهما فالحتة دي تعباني قوي أما بشوف الناس حوالي ده بيلعبوا بيرقصوا بيعملوا العيال وبتاع أنا بلاقي نفسي ساعات أنا حتى قلت جملتين في الآخر لو خدت بالك منهم أيوه أيوه أما قلت البدرة ما تكونيش زعلانة مني عشان أنا قاعدة معاك هنا أنا مش بدايك الوانس أنا عايزة أقعد مع حد أنا بشحت الوانس أيوه بشحت خدت بالي من المشهد ده من أحلى المشاهد بينك وبين بطل الست دي عايزة تتلاقف مكان تقعد فيه فين أحفدها هنا ولا هنا عايزة تقعد معاك تقيل على هنا تمشي هنا شوية تروح هنا بس هي مثل الطمى فده كان مخل الشخصية تخش القلب قوليلي وانتي بتعملي المشاهد دي المشاهد دي الممثلة بتعملها من واقع والواقع موجود طبعا شفتي نفسك في واقع حواليكي نفس الشخصية دي لا هو بعد لو انتي شايفها حقيقية لو فوزية دي حقيقية كانت هتبقى حياتها بالبساطة لو فوزية حقيقية هتبقى كده يعني فوزية لابسة اسود للمسلسل كله ابنها بقى اه يعني انتي عارفة اللي تقولي كلب السنة فيه ناس يلبسوا أسبوع عشر تيام وغيروا طبع بقولك خلاص لا هي لا هي من الناس التقليديين اللي ابني توفى لابسة اسود صحيح ما بتغيرش إلى لساعة النوم بس ايوه صح بل كده لا وبتحك ودمي خفيف وبالعب مع العيال وبعمل كله لكن فيه غصة جواية موجودة اه طب انا حسألك عن واقع برضو وهنا ما بين الممثلة وما بين الحقيقة ايوه الواقع انه المسلسل ده قدر يقدم علاقات صحية يعني علاقات طبعية ما فيهاش غل يعني بنشوف دينا اللي هي كانت مرات ابنك الاولانية متجوزة واحد تاني ايوه ومخلفة عيال تانية من كل حتة ايوه لكن علاقتك بيها علاقة طبعية يعني اللي هي فكرة انه ليه الناس ما تبقاش طبعية كده في الحقيقة ده ما بيحصلش طول الوقت لا الناس ما بتقدرش تعمل الشيء الصحي الكنترول ده انتي رأيك ايه في الحتة دي لا انا رأي ان الحياة لازم تستمر ومش معنى ان انا قلبي وجعني عشان مرات ابني اتجوزت واحد تاني هي بعد فترة من الزمن من حقها اوه انا من حقي ازعل ايوه من حقي ازعل بس مش من حقي اقول لها ان انا زعلانا لا هي حقها وبعدين يوم ما خليفت طفل سميته عمر صح يعني زي ما تكون بتراضيني او بتراضي نفسها فانا وعملتي نفس الشيء مع بدرة اللي هي مرات ابنك بقى اه وقلت لها من حقك انك تعيشي حياتك ده في الاول ده في الاول ما كنتش موافقة ما كنتش موافقة بس في الاخر من لما عشرتها لما لقيت نفسي تقيلة عليها فحسيت ان انا لو عدت اقول لها لا لا مش من حقي بقى ده انا قعدة وكان في مشهد كده شفتيا وهي بتكلم حد اه فانتي ديتين على الاحساس انك وليلا مش مبسوطة ده في الاخر قلت لها في الاخر قلت لها لما قلت لها انا قعدة عندك كده ومعليش شو بتاع ومن حقك يا حبيبتي تتجوزي لكن قبل كده لا هي كانت برضو نفسها ان يفضلها حد يعني يعني واحدة ما تتجوزش وتقعد معاها الاولانية تجوزت والتانية هتتجوزت ورا حاوض الواحدة بقى وانا بقى حاوضة شلي الحقيقة طب لو ده في الحقيقة تقولي ايه بقى للامهات اللي بيحصل لهم اللي هم فوزية زيك نفس الدور يقبلوا ايه فيه ستات بيتعبوا بيتهاقلهم ان الزوجة دي ملك الرجل اللي مات ملكه فمش من حقها انها تتجوز الرجل تاني خلص مدام مات وكان زمان كمان يجوزوها لاخوه اه اديك حاجة صعبة اتفامة ايوة طبعا عشان ما تطلعش برا العيلة استحالة وعشان الولاد يترامل انا الراجل اللي واقف جنبي داته لامري اخو جوزي وبعمله اخو جوزي ازاي 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 مش عايزة افصل ازاي حتى لو كان علشان يقولك ايه علشان الفلوس عشان الولاد يترامل دي كلها حجج يعني لا حجج طبعا لا تقيم علاقة صحية لا 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 الدراما احيانا في رأيك انها تقدر تغير مفاهيم في المجتمع شوية 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 اه وتخلي العلاقات صحية مرة واحدة وتيجي تديهم مع علاقة الدواء مرة واحدة شوية شوية حيبتدوا يحسوا احنا كمصر هنا وكده غير الصعيد وغير البلاد اللي هي اكثر تمسكا بالعادات بالعادات احنا هنا بتدينا نمرر المسائل شوية يعني ممكن بتطلق وممكن بعد فترة مثلا بتعدي هناك عندهم صعب يعني مرات الابن ده لازم تقعد جنب ولادها ايوة صح خلاص تعيش لولادها يقول لك عيش لولادك اه يعني بالذات لو كانت صغيرة لما بتبقى بنتا حلوة وصغيرة اه وتعيش جنب الولاد والولاد يكبروا وهي تكبر معهم وخلصت صح لا يعني انا ضد ده انا معا ان يبقى فيه تفاهم بقى فيه شوية ترقية في التفاهم طيب تعالي نرجع لحالة البهجة نرجعك تاني لكامل العدل فالضريفة وزي نشوف مع بعض اه طب عشان خاطري انا ده نعاد تتحيل عليها عشان تنزل البنت ما عندهاش زوق سيباني قاعدة برينة اكتر من زاعة وهي حضرتها قاعدة فوق يا حبيبة قلبي هم بناتها كانون ايمين تلاقيها بس وتتطمن عليهم اه اه جات اه عشان خاطر اه خلوة كده ايوة اصعي يا حبيبتي حطيلي ايدك على وصك ايوة كلميني كمان بالعين والحاجب انا مش فاتمة انت تربيتي فين انت الحاجات دي منين من المكسيك ولا البرازيل ولا اه انت من انهي بلد ولا انت جاية من انهي داهية داهية لايلا بليز انا في باتك this is not okay طبعا اسمعيني بقى بنت الناس اذا كنت عايزة نعيش انا وانت في امان تلا اعتبريني زي امك بالضبط تسمعي كلامي وتنفذيه بنات ابني يتربوا على عادتنا وتقالدنا موافقة على كده اهلا وسهلا مش موافقة وحتمشي اللي في دماغك وتتلوز على التعبان لا لا كنا كويسين اسمعيني بس حبيتي تتلوز على التعبان وتمشي اللي في دماغك اه انا من سيكة وانتي من سيكة اه اكسن انا ااخد بناتي انا ونجوبك هم هم مين يا موهو مش اصداها لا اصداها اوعي كده اوعي يا ليلا هم مين يا حبيبة قلبي لا لازم تفهم انك انت بتحلامي انا بنات ابني مصريات اصلا هيكلوا ويشربوا ويتربوا زي ابني ما تربى مصريين يا حبيبتي دي تربية اللي تعجبني انا فهمك لا دول بناتي انا اف اومر واسهيركي وندا سيب ديس يا عصبية بتقولي اي بالزبط بتقولي لو عمر كان موجود ما كانش هيواف عمر الله يرحمك يا عمر يا حبيب قلبي يا عمر تعالى شوف امك وي بتتبهدل وي بتتاني لا يا حبيبتي وانا بتتبهدل وي بتدهني ما تقوليش كده لا ما تبهدل وي بتاني يا ليلى عايزة تاخد ولادي ابني وتسافر دي انا ممكن اموت كده يا ليلى بعد الشر عليك حبيبتي وانحنا روحنا فين بس هدي نفسك عشان خطري حسن وحسن زمان هم دخلين لا يا ليلى ده كتير كتير اوى عليا كتير اوى حصبي الله هو نعمل وكيل فيك هتمايا يا معلاء حصبي الله هو نعمل وكيل فيك يا بدرة يا ب اللي ما اللي ما انا عرفالك اسم ام عشان اعرف قد عليه انا تعبرتيا كده طب اهدي والنب انا تاخد باني لها انت رحافي انا 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 عمشي لا انا انا مش موجودة اعتبروني فوزية مش فوزية متتنازلش عن اي حاجة انا هنا عايزة اسألك سؤال مهم جدا خير فانانا ميمي جمال انتي يعني عصرتي اجيال كتير مختلفة وانتي واقفة في كامل العدد في دراما عشرين اربعة وعشرين مخرج جديد كاميرات مختلفة حاجة حديثة اكتر معاك مجموعة من الشباب من اجيال مختلفة هل حسيتي بالاختلاف انا انا شايفكي مندمجة جدا يعني كاني كنتي هي ميمي جمال التي اتت من كل الازمنة بتمثل مرتاحة يعني ولا بيبقى فيه شوية شدة لحد لما تدخلي في المود لما بتبقي مذاكرة كويس الشخصية ومتشبعة بيها كويس قوي تخش من اول مرة عارف انتي عايزة تعملي ايه ما حستيش بغربة الزمن لا لاني ساعات اسمع يقولك ايه بس احنا بقينا مش شبه الزمن يعني لا 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 انا يا حسنك مرتاحة جدا لا لا بصي انا عمري موقفت قلت اصلا اللي عملته وعملته وعملته دايما بتجدد دول انا بتاقلم مع اللي موجود معايا تماما انا بحب الشباب الجداد بحبهم وبحيث ان انا بشتغل معاهم زي ما كون انا امهم بجد انا بمثل الحاجة اللي انا بحسها انا امهم حقيقي انا جدتهم انا جدت العيال الصغيرين دول انا دخلة بروح انا عرفة فوزية دي هتتعمل ازاي فمن اول ما دخلت وبعدين انا ما بدأتش دلوقتي لسه بتا انا بدأ بقالي سنة ونص سنتيج ايوه ايوه عملت قبل كده شوية حاجات يعني لا انا عرفة ان انت عملت بس اقصد انه خلاص ما بقاش يعني عندك انا حاسة وكأنك يعني مرتاحة جدا اه يعني انا واخدة على الجو بقولك المخرج انا استاذ خالد الحلفاوي مخرج ممتاز محسسك اني كنش والعيال وكده احنا عادين في بيتنا يعني ولا هي خبرة الممثل يفضل الممثل اللي عنده خبرة يتحط في اي زمن تحط مع اي ناس يفضل بنفس البريق بتاعه بيفضل جواه هو عارف بيعمل ايه حتى لو الجنب وبيقول ده بيقول وده بيقول هو بيقول اللي هو حسه اللي هو مركبه في دماغه يقوله يقوله كويس يبقى راضي عنه بس هي ده هو ده التمثيل هل حصل مثلا حد سألك المشهد ده رأيك في ايه انا كنت فيه كذا هل مفروض اعمل كذا يعني وجودك انتي برضو خبرة حلوة اه لو في حاجة ممكن اقولها بقولها بتقولي يعني بقولها بس يعني بادب شديد عشان ما حدش ادايق يعني اقولها مثلا انتي حتة الاحساس سنة كان اقل سنة اه ممكن يعني الحاجات البسيطة دي لكن اكتر من كده ما حبش ادايق حد ابنك في المسلسل طبعا الله يرحمه كمان مصطفى درويش يعني انتو كمان عملتو له تقبين حلو الحقيقة يعني ودي حاجة تحسب لصناعة دراما طبعا الله يرحمه في المسلسل ربنا يرحمه لكن انتي طلع في المسلسل عندك اتنين اتجوزوا ابنك والاتنين له طف جد يعني فبردو ده يعني وعلاقتهم كانت كويسة مع بعض ايوة ايوة يعني ده سبب دينا يعني هي دينا اللي احتضنت بدرة وبدرة متضايقة مني يعني هي بتتكلم فوزية فوزية بتتكلم معرفش ايه فوزية فهي بتحاول دينا انها ايه تقرب المسافات فاتصحبت معاها لأ السبوسي ماهو ده اللي انا بقولولك من الاول لما بيبقى فيه تفاهم بيبقى فيه عقل بيبقى فيه ناس بتعرف تفهم كويس اه دي درتي نا مش درتي خالص مرات المرحوم زي ما انا مرات المرحوم طب ايه اللي جد علينا ليه نخسر بعد كواليس كنتوا بقى ايه الكواليس ايه خفت الدم وايه الحاجات اللطيفة اللي كانت موجودة اللي احنا بقى ما شفناهاش لا يعني طبعا شريف شريف سلامة شريف دمه خفيف جدا في الكواليس بيحب يغني يغني ايه يغني عبد الحليم ايوه واخد بالك ويبقى قاعد بيغني كده مع نفسه اه اسعاد طبعا طبعا طريقتها الجميلة دمها شرباط طبعا طبعا وقلفة جميلة ايوه يعني مش عايزة انسى حد كلهم كانوا جمالي الحمد لله الحمد لله الشباب بقى الصغير اللي كنت عايشة معهم في البيت بقى الولاد ايو الاثنشر والستاشر والاربعا لا 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 الولاد ده الملهمش ملكة ايوه لا 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 ده الاستاذ المخرج يعني بيقعد مرة واثنين وتلقى اسكت يا ابني يا ابني قعد هنا يا ابني ما تتحركش مدرسة انا قلتلك يا ابني اه ويت نططه عيال بقى حسن وحسن دول يعني كانوا فزاع لما تزاع المسلسل مين اللي من بناتك قالولك ايه ملاحظاتهم ايه لا هم مبسوطين مني في كامل العدد عجبهم اه ما هو شبه حياتهم وولادهم وقصصهم النهاردة بالمناسبة يعني اه حبيب قلبي الاستاذ سلاح عبدال لقيته بيكلمني يقول لي ايه يا مامية ويقول لي يا مامية النهاردة انا بتفرج انا قاعد بقى فاضي وبتفرج على كامل العدد ايه الشغل الحلو ده ايه التمثيل الجميل ده قلت له ربنا يخليك يا عم صلاح انا بحب انا بحب حرجح بقى تاني اختك اولا انحنا في العيد العيد تبهجة جميلة جدا طبعا ميمي جمالة تقصك ايه في العيد يعني انتي طول عمرك العيد بالنسبة لك انتي بقى كست بيت بعيدا عن ممثلة ولا كان بيبقى عندك اعمال برضو مصرح في العيد المصرح اه كان بيبقى عندك مصرح اه يعني المصرح اساسا بيبقى في العيد لازم فانا فترة بالنهار بقى يعني انا بحب بفرح انا بفرح زي الاطفال احب انبسط احب العب احب الكحك بقى وبسكوت وبلونات واجواء عيد زي ماما كانت تقولي نعمل الكحك في البيت الكحك بره ما بيبقاش مظبوط انا بحب الكحك البيت ده اه يا عفكة وهي كانت تعمله حلوة قوي ملبن بقى وتعمل معرفش ايه يعني شغالة حلو لما توفط الله يرحمه انا ما بعرفش اعمل كحك فبقى نجيبه من بره بس تعملي البهجة اعمل بقى البهجة اجيب الولاد وولاد الولاد طبعا نور عندها ادهم ومريم والتاني عندها ليلى فالتالة اولاد معانا نتجمع بقى نخرج بس بيبقى زحان بصراحة لو قدرنا من قبلها نحجز مثلا في قتال ولا حاجة في اسكندرية او هنا نقعد اليومين التلاتة بس انا ما بقدرش عشان بيبقى المسرح بيبقى مرتبطين بالمسرح حبيبنا الفنان حسن مصطفى العيد بقى كنتوا انتو اللي اتنين البهجة لان هو مبهجة كان ايه كان يحب يعمل ايه اجازة بقى من التمثيل اجازة من الفن كان ايه بقى يعمل ايه لا حسن له تقوس معينة هو بيعملها يعني العيد الكبير العيد الصغير دبح بقى العيد الكبير وبتاعه الرقبة ولازم تتسلق وتعمل له فتة بس انا متخيلة انتو ستة بيت شطرة لا انا شطرة انا في الطبيخ شطرة لحلويات زفت هم بقى يجيبوا الحلويات حتى انا نفسي مرة اعمل كيكة وتعلى معايا اخش الفرن تنام انا في الحلويات مش حلوة لكن في الطبيخ لا اطبخ كويس كان شخص مبهج طبعا لا حسن في البيت جميل يحب ولاده يحب احفاده يحب يقعد يلعب معهم يقعد واحد على حجره والتاني ما عرفش ايه والوضع الصغير يطلع حسن رجل طيب قوي قب طيب حنون هو كان حنون على الشاشة كان فنان كبير لما كان بيعمل مدرسة المشاغبين كل يوم والنجاح المبهر ده انتباعك كان ايه كنت بتشجعي ازاي احنا يعني عادنا فترة طويلة كل واحد فينا بيشتغل في مصرح يعني انا كنت بشتغل عش المجانين في الفترة دي مع نجم وكان هو بيعمل مدرسة المشاغبين واللي اتنين هايبر فهما بيعملوا حاجة واحنا بنعمل حاجة وبنتقابل بعد السوريهات بعد ما تخلص السوريه نتقابل في مكان نقعد بقى نتحشى بالليل ده كان يعني ده كان السيستام لكن حتت ان انا اروح اتفرج انا طبعا اتفرجت بعد ما اتزعت بقى في التلفزيون ايوه اتفرجت كتير والعيال كبرت والحاجات اللي عملت حوق الساعة 12 كل اعماله حاجات جميلة حتى دوره في رقفة الهجان كل اعماله كانت الحقيقة رائعة لو كان هو شافك بقى دلوقتي ملحظاتك تتبقى عاملة ازاي على ميمي جمال ناخد فاصل ونرجع تاني نكمل ما زلنا في العيد بحجة العيد دراما رمضان فيها ميمي جمال فاصل ونرجع تاني ولان ميمي جمال حقيقة السنة دي بتنافس نفسها يعني هي بتنافس ميمي جمال فكان سؤالي ليها طب يا ترى لو الفنان الرائع الجميل حسن مصطفى كان موجود كان حيقولها ايه على الاعمال دي وليلي انت واكيد عارفة كان حيعلق يقولك ايه لا كان حيبقى مبسوط لانا ادوار ادوار بتخطب جميع الناس يعني مفيش عمل مثلا بخطب فئة معينة الست ست اللي بتاع تتكلم البيوت كلها فيها نفس الست دي كان حيقولك خلي بالك يا ميمي من ايه خلي بالك الممثل ده خدي بالك ممكن تعملي كذا هو شط رفيق كان ليه ملاحظات كده لا كان فيه ملاحظات لما بشتغل مصرح مثلا وقال بس فستان مفتوح في الدايق بجد كان بيغير عليك يعني مش غيره بس هو يعني مش حابب يعني كان ممكن يعترض في حاجات كده بس البدلة دي تعجبه اوي دي تعجبه خالص تعجبه مدم كده وحلو تمام اه وفوزية تعجبه كل الحاجات دي تعجبه فهو لا بالعكس يعني كان حيشوفني اللي هو مسيلي زي ما انت عايزة بس يعني نقفل الفستان شوية عشان الصوريهات بقى طبعا المصرح هي الصوري فلما بتلبسي الصوريه طبعا بيبقى مكشوف فكنت بتعملي روح ساب لا بحط الشال كده علشان حسان مصطفى مخصوص ده برضو جميل على فكر لا برضو يعني اعمل الفستان اللي يعجبني بس مجراش حاجة نبقى فيه شال كده فهيبقى الرجل مش متدايق وانا عامل الفستان حي وانت مرتاحة وانا مرتاحة انا محبش زعله طيب خليني ارجع بقى يعني انت خلصتي كمال العدد وكان عندك العتاولة ايوه وفي وسط العتاولة كان عندك كمان مشاهد مهمة جدا في الحشاشين اه يعني اعملتي برضو الشخصيات مختلفة شخصية الحشاشين اه حشاشين ازاي بعتولي الصورة عشان اعمل زيها بسطي منها خفت احنا هنخليهم يحطولنا الصورة هنا تاني لا لا ده مش هتقولي دي مش انا ما انا حارف مكيور ايوه اعمال لي هنا كرمشة حاجات مكرمشة كده وحاجات هنا مكرمشة كده وهنا كله مكرمش وتحت العين بقى 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 بعتولي الصورة كنتي فرحانة لك تعملي الشخصية المكرمشة دي ايو انا حابة اشتغل مع بيتر ميمي وعايز اشتغل حاجة مع ده في حاجة واحدة لا لا ما هو ده المشهد اللي انتي البنات بقى والجواري ايوه ده بيجيني من الاول هو شكل بشع 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 بس انتي مبسوطة اصلي دي مش ميمي جمال لا دي الشخصية دي الشخصية لا انا مش بتدايق لا بصي بصي هنا شايفة الكرمشة ايوه وتحت العين وطريقة الشعر ما هي مفروض ان هي بقى الشعر كان بيدفره دفاير صغيرة قوي كده وبعدين عمله أبيض من فوق بالتاجر في البناية لما دخلتي الحشاشين حسيتي أن وجودك في عمل كبير زي ده انتك ضخم زي ده كنت مبسوطة أنا حبة كنت أمثل مع كريمة عبدالعزيز قوي أنا بحبه وبيتر ميمي طبعا وبعدين ده مسلسل ده تاريخ فاكرة كنت بتقولي إيه للبنات هنا كنت بقول لها الراجل جاي بكرة عشان يشتريكو تاكلي وتشربي وتستحمي وتلبسي كويس عشان لو ما حدش اتباع هتشوفه نعمل فيك اه لو واحدة ما اتبعتش ايه مشاهد برضو مش سهلة لا أنا كنت عايزة اشتغل كانت الأول كانت ملكة أول مجاني الأول كانت ملكة وهو بيخش بيشوف لي البخته بتاعه فكنت فرحانة اشتغل مع كريمة أنا بحبه بعد شوية كلموني قالولي لأ المفروض الملكة دي صامرة أولي ستة كبيرة وصامرة أولي فما ينفع اه اه الملكة اللي هو شفاها ايوة اللي كانت الملكة اللي هو شفاها اه 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 فقالولي لأ لازم تبقى صامرة و يعني مش هتنفعي بدا زعلت قلت له إن شاء الله أنا عايزة اشتغل في ده فلقهم عملولي ده طب ما تيجي نشوفه تعال تشوفي على بعضه؟ والناس كمان يشوفوه معي طب يلا و نرجع نشوفه من أول ما بيخبط بقى خيفة ومرعوبة ما يعملوا فينا ايه؟ افتح اسمعوني يا بنات الجمال تمن غالي أنا لو منكم أكل وأشرب وأبتسم عشان الجمال يباني و انت وبختك بقى يا تبقي جاريا الأمير يا تبقي جاريا الاسكافي مين دي اللي جاري؟ أنا حرة بنت أحرار ايه؟ حرة؟ آه 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 يا شر سمعت كلمة حرة دي من مين قبلك كده؟ أيوة كتا هلوة زي الأمر بس أنا خلطت غلطة كبيرة فقعتلها عنيها لتنين عارف ليه؟ عشان قلت لي أنا حرة سمعاني؟ يا معيون جميلة خسارة في العامة؟ سمعا؟ 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 حميها؟ لبسيها؟ التاجر جاي بكرة؟ عارفة لو ما خدتش فيك أغلى دمان؟ أنا مش عارفة ممكن أعمل فيك إيه؟ تاجرة الجوارد تاجرة الجوارد شفت منظرة عاملة إزاي؟ آه آه بس ما كنتش مخدودة كنت مبسوطة أنك في الحشاشين آه لا يعني شخصية تتعمل شخصية آه بمكيازة بشكلها عارفة و أنا بتفرج عليك إيه؟ أنت ممكن تعيدي رايا وسكينة؟ آه طبعا بالشكل ده بس رايا وسكينة الحقيقية الحقيقية اللي تتعملوا في المسرع آه مش الكوميديا والكوميديا على فكرة تقدري تعمليها والكوميديا طبعا تعمليها جدا لكن تقدري تعمليها رايا وسكينة القديمة بتاعت الأبيض ويسود أيوة نجو اسمعي نجمة براهيم نجمة براهيم لما شفتك كده حسيت أنك تقدري تعمليها شوفي هقولك حاجة أنت بتخشي الشخصية بمجرد ما بتلبسي الهدوم ويتعملك المكياز ده والشعر ده تبص تلاقي نفسك لبستي لبستك تقمصتي خلاص تقمصتي الشخصية بتعملي مظبوط اللي لازم يتعمل شكلك بيديك يعني أكتر بتحسي أكتر بشكلك في المراية آه الست دي ايه دي ايه دي يا ساتر دي لازم تبقى كده بتقوليلي أنا عمري معرفت الفنان زي ما أنت بتتقمصي الشخصية دي وبعدين خلصت تصوير وشلت المكياز بتأثر عليكي من جوه شوية تؤثر شوية مش كتير شوية بالذات لو حاجة صعبة آه يعني لو حاجة لذيذة تماما آه عادي لكن لو حاجة صعبة بتتعب من جوه يعني دي تتعبك من جوه لا يعني سنة لكن مش كتير أصل لازم تعرفي إن اللي احنا بنعمله ده تمثيل إن تقولي نفسك طبعا مش حقيقة أنا بعمل يعني استغفر الله العظيم لا أحد مش بيقول لي بيخلق استغفر الله العظيم بيمثل بيعمل يعني أنا بعمل شخصية بابني شخصية بس بتحضري نفسك بس بتحضري نفسك وتخشيها وتطلعي منها آه فبرضو بتتعب بتتعب يعني بتتعب طول ما انت بتشتغلي فيها آه أول ما تخسلي وشك وتمتع وتمتع ترجعي ميمي جمال آه خلاص خلاص ودعتيها يعني ما بتروحش من عندي بتفضل شوية بس ما بعشش بيها يعني أفتكرها آه يعني لو بتقولي لي عمالت يقولك آه 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 لما كنت بعمل كده انت واخد بالك تحسيها لكن ما تقدرش تكملي بها ما تعشيش بيها تتعبي لا تتعبي كواليس الحششين كتت عاملة زي آه دخلينا الكواليس كتب في رقية في رقية في رقية بس ما تقدرش تحكمي أو أنا أحكم على كواليس أنا ما عشتش فيها كثير آه أنا عشت فيها يوم أو يومين أيو آه الجو إن ما فيش إضاءة آه كله بيولعوا نار كده أيوة نار الإضاءة عاملة كده بس كنت سعيدة إنك فيه هذا الانتاج طبعا طب لما تفرجتي على العمل بقى بعد آه أنا أنا تفرجت بس أجزاء آه لسه ما تفرجتش بشكل كامل يعني ما مفضتش إن أنا أشوفه على بعضه آه يعني شفت مثلا يوم شفت كذا وبعد كده بنقل هنا وبعدين أشوف كده أرجع تاني وأقول آه زبطتي جدول تصويرك إزاي الإنساني يعني أنت هنا دور تاجرة وبعدين فوزية وبعدين العتولة يعني برضو إن أنت تتنقلي بين الأدوار دي آه صعب عليك آه دي ملابس ده مكياج دي شخصية يعني طبعا طبعا مجهود لا مجهود مجهود بس آه زي ما تقولي أنا تعودت آه يعني الخبرة هنا عليها بالدور آه آه ما بقاش صعب علي آه آه وبعدين أنا بأدخل شخصية بحبها لازم أحبها آه لو أنا محبتاش معرفش أمثلها آه أو أبقى طب ليه أعملها وأبقى وحشة آه ليه أعملها وأنا مش مقتنعة أو شكل مش حلو لأ الشخصية بتاعت نجات دي هنا شخصية جميلة جدا جدا يا ست لطيفة وعيشها ببتها مع جوزها وبع بنتها وست عه في العتاولة عتاولة آه وست شعبية لطيفة آه وعرفة أن المكان كله والشرع كله اسمه العتاولة آه يعني السق وطارق وباسم انت لو شفت المسلسل ده كل واحد فيهم يعمل مسلسل لوحده صحيح يعني لوحده يشيل مسلسل طارق يشيل فشوفت لما تلاتة تلاتة مع بعض مع مجموعة الناس اللي حواليهم طبعا كل الناس مش قادرة اقول مين ولا مين ولا مين ولا مين عشان منساش حد ويزعل مني لكن كل المتوجدين في العمل كلهم بيشتغلوا انا رجع بقالي يومين اتنين يعني كنا بنقفل في الحلقة الاخرانية بقالنا يومين فانت شغالة في رمضان ما بين الاعمال طب عايزة اسألك سؤال انت عملتي في رمضان دور جدة ودور ام ودور تجرة جواري وادوار الام والجدة مختلفة يعني انت ام الدينا في العتولة وام كمان لرانيا يوسف لرانيا في بقينة اتنين وجدة في كاميرا العدد ايه اكتر شخصية كانت قريبة منهم فيك التلاتة التلاتة مين شبهك في ايه قليلي يعني انت مع رانيا يوسف انا امك شيك بس دايما ايه واقف البنتها بتزبطها اه يعني انا شايف العلاقة بايزة مم exhaust مم بينهم في نائر ونقير هشركة اهم الاتنين بيشتغلوا في شركة واحدة هي عايزة تماشي كلاما و هو عايزي يمشي كلاموا هو مش عايزها تبقى أحسن منو مم عايزة تعلق علي طب انت أزواج يعني لما هي تبقى عالية انت تزعل لي يا سيدي طب هو يعلى قوي ويبقى كويس قوي قوي ونستحبه انت زعلانا ليه فهي حتة الغيرة في الشغل اللي بينهم وبعض دي خلتهم هما الاتنين يتعصبوا يبقوا عكس بعض بس مش كل الأمهات بتبقى مع الراجل ضد البنت بيبقى العكس هو طبعا بيبقى العكس بتفضل وجوازات كتير بتبوز بسبب ان الأم يقولك شفتي أمك قالت ايه او هي قلنا ينور عليك شفتي دي بقى هي دي يعني هو ممكن قوي 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 اي حاجة تحصل بينهم ومن بعد هيجي هو لو انا ما بجيبش صف وكويسة معك شفتي أمك شفتي عشان تعرف ان انت طلعالها انتو الاتنين زي بعض بتتكلموا بلغة واحدة انتو 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 أنا ما بديش الفرصة دي ما بديش دي ما بيجي تكلم معايا بسمع له فيه نوع من الستات تخش في الظهور كده يعني تيجي تتكلم يجي يقولك وكنا كنت ايه اصل لما عملنا مش تقولي عملت انت عارفة ايه ما يلحقش يقول حاجة سيتعصب فتخش في الظهورك كده لا انا سميعة انا بسمع له واقول له اه ايوة اه لا كده لا انت كده لك حق لك حق طب ما تتكلمش خالص بقى سبننا تتكلم معا انا حروقها وخليها تيجي تقولك معا لي الشو بتاع فهو خلاص يهدى يبقى كويس اخدها بقى على جب اقول له انت عايزة ايه عايزة خراب بيتك ايه وده ما ينفع يعني دي الام اللي عايزة تعشش طب عايزة اقولك قلتي جملة انت عارفة نسبة الطلاق عالية جدا ايه جدا بسبب حكايات البيوت زي ما بيقوله حكايات زي ما قلتي انه البنت تزعل فتروح له ماء فتعلي المشاكل عندها ايوة او الولد دي روح لأهله فما فيش حد بيسمع او بيهدي اللعب هل لو احنا اشتغلنا في الدراما على نوعية الام اللي زي جدي هي بتهدي وبتسمع تفتكري ده ممكن يساعد في ان النسبة الطلاق الطبع بيغلب التطبع تهدى شوية لا مش هتاهدى طب تعالي نتفرج ونفكر انا وانت مش هيحصل لا مش ممكن تتغير ده لازم نحلم البداية من الاول طيب هما بقوا اتنين يعني كل واحد الواحد نسوف بقى مع بعض ملك يا روح قلبي بس انا عايز احراب انت ملك عصب الي روحي عصب الي روحي ديمو اي بسه لا بعلاتي او لا بس بيلي في حال يا رب انا خليك يوه يوه هو انتو اتغلبتو ولا ايه ده سؤال يا طنط العادي بتاعهم ده انت تليم ورز اللي وتبت بيهزر يا ادهم بيهزر تريدوا ليه وزا تري جانتي الحق ابوك بدأت الرزالة والتلزيق والاستوانات بتاعتهم يا سيدي في حاله راجل مجبوط ده في سن اليأس في سن خطر والله العظيم انا اللي قسي من كلتو الاتنين تعرفيش كلمة اللي بتبدأ با با قد حبا ماشي تاوي ماشي تاوي ماشي تاوي ماشي تاوي فخير فخير ماشي تاوي التالت بس يا العظيم لا فيه مشهد بيني وبين بنتي بس عارفة انت هنا كمان ايه اللي هي الحما اللي بتقدر انه جوز بنتها بحب رياضة ومتعصب وطالع طبعا اللي لبس فانيلة الزمالك اللي هو التعصب ايان كان يعني فانت برضو ايه متفهمة ده برضو الود ابنها بقى هو عايز يطلعه بيلعب كورة والولد ايه بوكس بيداروا عليه بيخبوا عليه ما بقولولوش بقى ان الولد ما بيلعبش كورة فلما بيعرف بيزعل يعني مش عايزة احرق لانه فيه شوية شغل حلوين في المسلسلة كمان بس عايز اقولك هنا فيه مشهد انت لسه شقية على فكر يعني لسه عندك شقاوة ميمي جمال المعروفة المشهد اللي مفروض اللي هو بيعكسك فيه بتتعكسي فيه لسه فيه الشقاوة اللي هو يعني يعني الشقاوة برضو متروحش ابدا من روح الست عموما تحب تفضل تدل على الست لا تحب تسمع كلام حلو صحيح حتى لو مش حقيقي حتى لو مش حقيقي لكن انت ليه تسمعي كلمة مش حلوة ياريت حد يقولي الكلمة حلوة بسي طبعا هو لما بيقول لها هو بيقول لها بقى مش عارفة ايه حب ايه ولا فيه فتحة فا وحب حاجات كده فبتتحك هي مبسوط انت عارفة دي معناها ايه تقوله عارفة معناها ايه بتستجبشك بدور على اختها ايوة هي بس مجرد معجبة بالكلام الحلوة ايوة قلتلي كده قلتلي جملة بتقوليلي الست بتحب تسمع الكلام الحلوة حتى لو مش حقيقي اه للدرجاتي الست متعطشة للطبطبة والكلمة الحلوة اكيد اكيد طب ازاي لو مش حقيقي ما هي حتحس مش مهم مش مهم اللي هو حتى بس اللي هو هو حسلم ايدك يا ستي كل لو من ورا قلبه وبيحاول يقولوا عشان يسترديها ما هيقولوا ليه عشان يسترديها فطالما ان انت عايز تسترديني كتر خيرك اه شكرا كتر خيرا الكلمة الحلوة تفتح قلوب زي ما بيقولنا انا حزع ليه انا حزع ليه انت جاي على نفسك بتقولي كتر طب او مالو كتر خيرك شكرا ميرسي بس انا متأكدة ان انت صديقة جدا لازواج بناتك اه متأكدة اه ولما اي حد فيهم بيتدايق من حاجة بيجي اشتكيلي اه انت بقى زي رانيا كده البنات برضو بيجي اشتكيلي بيشتكولك انت يعني اه وانا برضو اسمع له كده وباخد بنتي على جنبه اكلمها لو كانت المسألة كبيرة قوي كنت بدخل حسن في الحكاية حسن مدخلوش في اي موضوع طول ما حاجات عبيطة اه عقلك كبير اه الحاجة الاجبر شوي اقوله حصل كذا اقوله حصل كذا كذا تحب تدخل ولا لا كده اه لكن الحاجات اللي اقدران عليها بعملها اه تخلصيها من بدري بالنفس من غير حاجة اه السنة دي الدراما في رمضان متنوعة تمام وسلسلات كتير واعمال كتير انتي بتشوفيها ازاي يعني عايزة اتعامل معاكي على انك ناقدة ميمي جمال الناقدة رأيك ايه في كم الاعمال والتنوع والاختلاف السنة دي اه في بعض اعمال لو كانت اتعاملت برا رمضان كانت اتشافت احسن عشان الزحام يعني اه مخدتش فرصتها كويس عيوة انه في اعمال قوية وفي اعمال بس هو الناس تغطار برضو يعني تيجي تقولي ايه نمرة واحد كزا نمرة اتنين كزا نمرة تلتة كزا اوكي لا في نمرة واحد كمان في نمرة اتنين كمان عيوة لانه في اكتماعي وفي تاريخي وفي كوميدي وفي متشافش كويس يعني زي ما قاعدوا يقولوا على على بتاع الكريمة عبدالعزيز اللي الحشاشين قاعدين يدوروا على حاجات يقولوها اللغة ليه ماش اللغة عامية ليه مش عامة يا جماعة العمل ده عمل لازم كل البشر يسمعوا ويعرفوا صح لان ده تاريخ طبعا انا ممكن اخلي الكلام مقعر اوي في ناس ما تفهموش صح بالعكس كل ما يبقى سهل كده الناس تفهموه ده تاريخ عارفة كمان يمكن لانه الناس ايه اتعودت انه اي عمل تاريخي يبقى باللغة العربية يبقى باللغة العربية او في الشوارع اه كان بيتكلم بلغة عامية بتاعة الزمن ده بتاعة الزمن فاذا احنا واقعيين يعني فيه واقعية بشكل كبير طيب رأيك ايه في مسلسلات الخمستاشر والتلاتين انا معجبة بالخمستاشر قوي اه يعني كامل العدد كان كامل جدا عملتوا كل حاجة في خمستاشر حاجة ليه بقى ليه بقى لان انتي بتعملي الطبخة بتعمليها متسبكة قوي وبسريعة ما بتفرجش منك يعني العتولة موضحة يفرض نفسه انه يبقى ثلاثين عشان كمان فيه نجوم كتير فيه احداث كتير لازم يكون ثلاثين اه لانه فيه مواضيع دخل مواضيع دخل مواضيع تخج من دي تخش دي تلاقي ده تقتل ده مات دك ده ناز فيه حواديث يعني متقدريش دي تكسفيه متقدريش ماينفعش لكن فيه اعمال لما تحكيها وتيجي تعمليها في خمستاشر حلقة تلاقيها ايه الله حلوة خلصت جميلة عارفة يعني مش مجهدة على الممثل كمان لا مش مجهدة ولا على النص نفسه يعني تحس انه النص مكتوب كويس الناس اللي كتبوه كانوا مجمال قوي الاخراك حلو كله حلو الا اذا كان العمل بيفرد نفسه انه يبقى تلاتين زي تلاتين يبقى تلاتين اول عتاوة سر الهي بقى روجينا كلميني عن سر الهي كلمتني وعملت معاها حاجة معاها في سر الهي الشخصية حلوة قوي قوي يعني بس انا شايفة شايفة السنة دي كل الناس بتنتقم من بعض انتقام ده فلان سرقوا ام انتقام فلان ما عرفش ايه اه انت شفتيني ده ايوه احنا بقى بنعيد معاكي في كل حاجة اه شايفة هنا في سر الهي ده انت هنا كان في السجن سجن ما شايفة عينينا عاملة ازاي المشاهد دي بالنسبالك بتبقي محضرة بتاخدي وقتك فيها بتطلبي اعادة فيها ولا لو انا لو انا غليت طبعا لو انا ما عملتوش باحساس مظبوط طبعا وبعدين المخرج مستجيب جدا يعني المخرج عايزك يجيب فلانة دي عشان تعمل الشخصية دي بالطريقة اللي هي تريحها يعني انا بعمل ضيفة شرف فلازم على الاقل اعمله زي ما انا عايزة فهو المخرج استزرق بس ضيفة شرف مهمة لانه كمان ديوش شرف بيبقوا مشاهد مهمة لازم نجيب فيه فنان شاطر فهنا برضو دورك كان بس انا ما شفتوش عشان كده عينينا اه انتي ما شفتهوش تفرجي عليه بقى قلتي بتفرجي على حلقة ثلاثة تعالي نشوفه مع بعض شخصية هنا على فكرة روجينة عاملة شخصية حلوة قوي يعني اصعب حاجة ان اهلك يشهدوا عليكي طيب علشان انا عارفة انتي بتبقوا مشغولين جدا تلحقوش تشوفوا شغلكو حندعو فان انا ميمي جمال في العيد كده وهي قاعدة معانا مرتاحة في التتساع نشوف مع بعض مشهد من سرقلات لا تزاقش زي ما انتي ما صدقتيش ان انا قتلت احكيه وربنا وربنا ما هفتح بؤي ولا اقول لي اي حد اي حالة بس احكيه مش انتي عايزاني عتبرك عتبرك اختي هتحكيلي بقى ولا هتبرك أمي لا بلاش أمي دي شوفي بقى هحكيلي بنتي كانت غهوية الكمبيوتر أنا طبعاً ظروفي كانت على قدها قوي بقيت أشيل اللقمة من بقي عشان أقدر أدفع لها لإقصاد ما أنا جبت لها الكمبيوتر والكهرباء دي لأيباد دا ولا اسمه إيه بالقسط البت ما كانتش راضي عن نفسها تقولي في ناس بيكسبوا فلوس كتير قوي وبيشتغلوا قليلة وناس تشقى وتتعب وتاخد فلوس قليلة مش عارفة إن الرزق دا ربنا هو اللي بيكتبه وهو اللي هو حكمة فيه صحيح وإن لها حصل بعد كده كانت شاطرة قوي في دراستها والأسات زبتوحك كانت بيقولوا إنها من أشطر البلان لكن بعيدة عنك بقى الشيطان والزهب ودخلت على سيستم بنك وبقت تسحب فلوس لحسابها بعد فترة الحكاية تعرفت طبعا مشي ورا الموضوع لغاية ما وصلوا للكمبيوتر والأيباد اللي كان في بيتي اللي كان في اسم فاعترفت على نفسك هو كان ينفع إن أنا دخل بنتي السجن الدنيا دي غريبة قوي أنا أخواتي وجوزي وضعوني ورموني في السجن وإنتي باتي نفسك عشان بنتك ما تتسجنش يختدحنا شبه بعض قوي الأم المصرية دي فضيعة طبعا يعني الأم المصرية تضحي بكل حاجة عشان ولغها آه بنتها غلطت بس هي ما حبتش أنا عمري أنا جبرت أنا ممكن أخش السجن لكن بنتش صغيرة حتى تضيع عمرها الحياة قدامها فهي تضحي بنفسها عشان بنتها ما بقولك الأم دي متلونة جدا في أم طيبة قوي وفي أم بوحشة مع أولادها وفي أم عشان المرسة تعمل أي حاجة وفي أم تتسامح يعني بتتفرج على كذا لون طبعا هي البيوت مليانة قصص مليانة مليانة قصص مختلفة وحاجات كمان مختلفة يعني بعد يعني الأعمال الكتيرة اللي عملتيها دي لما إحنا في العيد كل سنة وإنتي طيبة وإنتي طيبة يا حبيبت يا ربي بعيد سعيد عليك يا رب علينا كلها ترجعي وراء كده كميمي جمال تقولي إيه على الموسم ده بالنسبالك أنت بقول الحمد لله يعني تقولي إيه الميمي جمال وأنا مبسوطة جدا 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 أننا السنة دي قدرت أننا أقدم شيء يعجب الناس وإني أعمل كذا لون أشكال شكل الأم مختلف من حاجة لحاجة لحاجة وربنا الحمد لله الحمد لله وفقني ودي كانت أجمل حاجة بالنسبالي أن أنا أعيد على الناس وأقولهم كل سنة وإنتوا طيبين وأنا قدمت الموسم يا ربي يا ربي يكون أعجبكم يا رب بس فاضل نشوفك على خشبة المصرح المصري إن شاء الله ترجعي ميمي جمال زي ما كنت بتعملي دايما كمان مصرح بحشك المصرح إن شاء الله طبعا كوانيسه طبعا مسرح مش سهل المصرح جميل المصرح جميل كل سنة وإنتي طيبة كل سنة ومنتظرين أعمال تانية وتفضلي زي ما إحنا بنقول بحجة الدراما طول الوقت بالتنوع المختلف ربنا يخليك يا حبيبي نورتيني شكرا وأسعدتيني وأسعدتين في التسعة كل سنة وإنتي طيبة وإنتي طيبة وشكرا على الكحك اللي أكلتهول أيوة سعيد عليك يا حبيبي شكرا مشاهدينا حاولنا كده إن إحنا نروح معاكم في بحجة رمضان الدراما قدرت السنة دي إن هي يعني ميمي جمال بخبرتها تقلقها وسنين الخبرة الحلوة إنها تكون منورة في أكتر من عمل وكل عمل كانت فيه إضافة زي ما فيه فنانين كتار نوروا شاشة رمضان حاولنا في التسعة نكون معاكم ونعيد معاكم كل سنة وإنتم طيبين دايما وعيد سعيد عليكم جميعا